أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواع عن سماحها باستخدام تلقي لقاح فايزر المضاد لكورونا للفئة العمرية من سن الخامسة إلى الحادية عشرة الهيئة أوضحت أن قرار الاعتماد جاء بعد أن استوفت شركة فايزر كافة المتطلبات التنظيمية التي أثبتت مأمونية اللقاح من خلال دراسات سريرية وتقارير قدمتها وفي ذات السياق جهزت وزارة الصحة بالتزامن مع القرار مراكز اللقاحات بعدد من الرسومات الخاصة بالأطفال استعدادا لاستقبالهم لأخذ اللقاح من جهتها شددت الداخلية السعودية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحددت ضوابط العمل بالأماكن المفتوحة وأليات استقبال الزائرين بالأماكن غير المغطات أو المحاطة بحدود الضوابط تضمنت أن لا تصدف الأماكن المغلقة أكثر من خمسمائة شخص في نفس التوقيت ويستثنى من تلك الضوابط الملاعب الرياضية والفعاليات والمناسبات الكبرى مع الالتزام بارتداء الكيمامة والتحقق عبر التطبيق توكلنا من الحالة الصحية لمرتدي الأنشطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر معنا من الرياض استشارية الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل الدكتور عبدالله مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة إذن السعودية تصل إلى 70% من نسبة التحصين وهي ما تسمى في علم اللقاحات طبعا مناعة القطيع تشكلت الآن كيف يمكن أن نقيم الوضع الوبائي في السعودية بعد أن وصلنا إلى هذه النسبة أهلا بك ومشاهدك الكرام وشكرا على الدعوة الوضع في المملكة العربية السعودية جدا مطمئ بحمد الله والوصول إلى هذا المعدل المرتفع يعطي الطمأنينة ويبشر بمستقبل واعد إن شاء الله ويزيل القلق عن المواطنين والمقيمين أيضا بتجاوز 70% هذا مؤشر قوي جدا لأن هذه الأمراض سيكون سيطرة عليها باللقاحات نعم طيب دكتور اليوم الحديث عن الجرعة التنشيطية حتى للمحصنين بجرعتين وش أهمية الجرعة التنشيطية اليوم يعني نشوف دول كثيرة وصلت إلى مراحل متقدمة في التحصين وبعد ذلك ارتفعت فيها نسبة الإصابات نتحدث عن أوروبا مثلا ارتفعت بنسبة 5% لإصابات الوفايات أيضا بنفس النسبة تقريبا اليوم أهمية الجرعة التنشيطية للمحصنين نعم حقيقة هناك نقطتين أساسيتين أن المرض الكوفيد أو الكورونا هو مرض مستجد فإلى الآن ما زالت الدراسة مستمرة عليه بحكم إلى متى تستمر المناعة سواء بعد الإصابة أو أخذ اللقاح ولكن الدراسات الأولية أثبتت أنه ينصح بإعطاء جرعة تنشيطية بعد مضي 6 أشهر من الجرعة الثانية لتحفيز الجهاز المناعي خصوصا أن اللقاحات أثبتت مأمونيتها وفعاليتها بشكل جيد جدا فاللقاحات هذه التي تستعمل خاصة أكثرها جربت من قبل أمراض ثانية والأثار الجانبية لها محدودة وممونة وهي تحفز الجهاز المناعي وتساهم حقيقة في عودة المجتمع إلى طبيعته الحركية والحياة الاجتماعية دكتور ماذا عن تطعيم الأطفال يعني هيئة الغداء والدواء اليوم سمحت باستخدام تلقي لقاح فايزر للأطفال من سن الخامسة إلى الحادية عشر وبدأت حتى مراكز اللقاحات في التجهيز لهذا الأمر على مستوى رصدك يا دكتور لهذه الجائحة أثر تطعيم الأطفال على المجتمعات كيف يمكن أن نقيمه في هذه الجائحة نعم في العلم الطب الأبحاث السريرية عادة تستثني صغار السن وبعض الفئات حقيقة ولكن بعدها انثبت مأمونية العلاج أجريت اللقاح أجريت دراسات على مجموعة كبيرة من الأطفال في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وأثبت أيضا فعالية اللقاح ومأمونيته نعم صحيح أن نسبة المضاعفات في الأطفال هي محدودة جدا جدا ولكن تلقيح الأطفال يساهم في حماية الآخرين خصوصا بعد افتتاح المدارس والعودة لمدارس وما إلى ذلك فقد يتلقى الطفل الإصابة لا تضرع عليها على ذلك لكن ينقله إلى شخص آخر يعني إذا كان أحد أفراد الأسرة في البيت يعاني من أمراض مزمنة أو لديه خلال الجهاز المناعي أو غيره فينقله الفيروس سبب المشاكل لذلك هي وقاية للطفل ووقاية للمجتمع أيضا وتحفيز الحركة المجتمعية والعودة الطبيعية إن شاء الله دكتور فيما يخص الجرعة التنشيطية وإحنا تحدثنا عنها قبل قليل لكن اليوم هل يمكن أن تكون هذه الجرعة التنشيطية جرعة موسمية تشبه في تلقيها الجرعة لقاح الأنفلونزا العادية الذي كنا نستخدمه كل عام قبل الجائحة هل هذا وارد؟ اللقاح الأنفلونزا طبعا مرض الأنفلونزا معروف منذ عشرات السنين نتكلم أكثر من خمسين سنة والخبرة معه خوية جدا السؤال نحتاج سنوات نحتاج سنتين ثلاثة حتى نفهم طبيعة هذا المرض وهل يفترض نظريا حقيقة أنه يبدأ في التلاشي لأنها فيروسات التاجية عادة ضعيفة وكما حصل مع سارس ومع متلازمة الشرق الأوسط انتهت لكن هذا المرض انتشر بحكم أن مبررات تكلمنا عنها في لقاءات سابقة لدى على إعادتها لذلك هل تعطى اللقاحات كل ستشهورة؟ هل تعطى كل سنة؟ هل كل سنتين؟ ما زلنا من ممكن أن نقول ذلك ولكن الشيء المطمئ في الموضوع أن حتى لو أخذت الجرعة التنشيطية بعد ستة أشرة من الجرعة الثانية فهي تساهم في الوقاية مع فرص لقدر الله أثار جانبية جدا محدودة لا تذكر مقارة بالفوائد التي نجنيها من أخذ هذه الجرعة دكتور أيضا الداخلية السعودية كانت حددت ضوابط العمل طبعا في الأماكن المفتوحة وشددت على الإجراءات الاحترازية وهمها دائما هو ارتداء الكمامة حددت الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة أيضا ربما يا دكتور كثير من الناس عندما يتلقى جرعتين أو يصبح محصنا بالجرعتين يتساهل في الإجراءات الاحترازية في الكمامة في التباعد في أيضا حتى التواصل المجتمعي مع أقارب ومع أصدقاء من حوله هل يمكن يا دكتور أن يعيدنا هذا التساهل إلى نقطة كنا قد تجاوزناها حقيقة يجب التذكير هنا أن المملكة العربية السعودية حقيقة احتلت مركز متقدم جدا على المستوى العالمي في السيطرة على هذه الجائحة وهذه نقطة مهمة جدا في التاريخ الطبي الأمراض الوبائية يمكن السيطرة عليها فقط بوسطة اللقاحات والإجراءات الوقائية هناك أمراض قاتلة ومدمرة نتكلم عن الجدري شلل الأطفال وغيرها تم القضاء عليها بلقاحات ولكن أيضا إجراءات الوقائية تساهم في ذلك فبالتأكيد الآن اللقاحات في ناس أخذوا اللقاحات وجاء لهم الكورونا لماذا؟ لأن بعض المتحورات تؤدي إلى تجاوز بعض فقرات اللقاح يعني ليس كامل لذلك من أصيبوا بالفيروس وهم أخذوا اللقاح نادر جدا لا يدخلوا إلى المركزة أو يحتاجوا إلى التنفيذ الصناعي يعني يجيهم أعراض خفيفة إلى متوسطة لذلك نعم أخذوا الاحترازات والوقاية ما أحد مننا وديه أن يجيدوا حرارة ويجيدوا صداع ويجيدوا هلام في العضلات ومشاكل وبإمكاني يتفادها بإجراءات بسيطة فلذلك أنا أعتقد أن التوصيات الأخيرة حقيقة بأخذ الاحتياطات في الأماكن المغلقة أو الأماكن المكتظة لها ما يبررها في وقتنا الحاضر وأتمنى إن شاء الله أن نتزود قريبا إن شاء الله شكرا جزيلا لك من الرياض واستشارة الأمراض المعدية الدكتور عبدالله الحقيل